مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات تتصاعد حم الصراع بين شركاء العملية السياسية وتتصاعد معها الاتهامات المتبادلة والشعارات الرنانة التي لا تملك أي رصيد من الرؤى والبرامج والحلول في اجترار مستفز لما جرى في السنوات الماضية الأعجب من ذلك أن تأتي هذه الوعود من شخصيات وصلت إلى أعلى منصب في البلاد نور المالكي الذي تولى رئاسة الحكومة لثمان سنوات يعدها الكثيرون الأسوأ في تاريخ العراق الحديث يتحدث عن الانتخابات كخيار وحيد لخلاص العراق من الفساد والفوضى متناسيا أنه كان عرابا لهذه الثنائية بامتياز البدائل عن الانتخابات سلاح منفلت سرقات ونزاهة وتصرفات بأموال الدولة وظلم هنا واضطهاد هناك وتسلل لإرادات أجنبية بدى المالكي هنا وكأنه يعدد الخطايا التي جرها على العراق فالسلاح المنفلت كان من إفرازات حكمه لا سيما وأنه كان من أشد المتحمسين لتأسيس ميليشيات الحجد أما حديثه عن سرقة أموال الدولة فإن حلفاءه قبل خصومه يتهمونه بسرقة موازنات بأكملها وتجييرها لمصالح شخصية وحزبية ناهيك عن فتح باب العراق على مصراعيه للتدخلات الخارجية لا يختلف الأمر عند باقي المتصارعين في حلبة الانتخابات فمقتدى الصدر الذي يخوض غمارها بشعار الإصلاح ومحاربة الفساد أيضا هو شريك أساسي في منظومة الفساد التي تحكم البلاد مخلفة كل هذا الكم من الظلم والاضطهاد أما آن للفساد أن ينجلي أما آن للإصلاح أن ينتشر أما آن للسلام أن يكون في ربوع العراق منتشرا يبحث عن السلام وهو يتزعم العديد من الميليشيات فضلا عن تلك التي خرجت من عباءته وما زالت تعيث في العراق خرابا وفسادا يتنافس الصدر مع المالك في إطلاق الشعارات في سياق صراعهما على رئاسة الحكومة المقبلة عبر خطاب شعبوي يخوف من خطر المنافس ويحاول إثبات مساحة الوجود والتأثير من خلال تصوير أن حصول أي منهما على رئاسة الوزراء سيحمل الحل في دعاية ساذجة تكرس العوق السياسي والتخبط في أوحال الأزمات والمصائب التي أدخل العراق فيها